اشتركوا في القناة ويصحبني في هذه الجولة الصحفية بالقراءة والتعقيب الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الشروق الأستاذ طلعة إسماعيل مساء الخير يا فندم مساء النور على حضرتك وعلى مشاهدين يعني الحقيقة معنا موضوعات كتير مختلفة ومتنوعة هنتبعها مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بيتصدرها مشاهدين الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمنتدى شباب العالم بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ كمان هنتابع معاكم نشاط رئيس مجلس الوزراء وكمان هنتابع العملية الشاملة سيناء 2018 وزي ما عودناكم دايما في صحافة الغد بيكون لنا ملفات في الصحافة هنتابع النهاردة ملف التعليم وكمان ملف الصحة ونظرة في النهاية على أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد عالم الأرقام والإحصائيات لكن خلونا على طول نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الشروق والعدد الجديد الحقيقة تقرير كامل أفرادته جريدة الشروق عن الاستعدادات والتجهيزات لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ أقرأ على حضراتكم العنوان الرئيسي بيقول رفع درجة التأهب في شرم الشيخ الرئيس يتفقد تجهيزات منتدى شباب العالم الدخلية تؤمن المنتدى بكاميرات حديثة ودوريات يومية وتجديد التفتيش على المنافذ الحدودية والمطار يعني أستاذ طلعت دي كانت عنويننا الرئيسية في الخبر ده من العنوين نتعرف من حضرتك على التفاصيل طبعا احنا اقتربنا من انطلاق منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ اللي يبدأ رسميا يوم السبت طبعا كان طبيعي أنه الأجهزة التنفيذية أو القائمين على تنظيم المنتدى يكونوا في حالة استعدادات كبيرة جدا ممكن خلال الأيام اللي فاتت ابتدت تكسيف هذه الاستعدادات مع اقترب الموعد بالفعل احنا هنشوف نلاقي في تفاصيل الخبر يعني السعدادات اللوجستية أو الأماكن اللي هيتم فيها الاحتفال فيه خيمة كبيرة جدا تم نصبها على أساس أنها تستوعب لعداد الجاية لهذا المنتدى أو هذا المؤتمر الكبير اللي هو الثاني العامل ماضي نظم ثم بينظم هذا العام فيه حوالي خمس تلاف مشارك شاب مشارك جنب يعني شخصيات عامة وشخصيات تنفيذية كبيرة طبعا المؤتمر بيؤقت تحت رعاية سيد رئيس الجمهورية بالتالي هناك يعني تفاصيل كثيرة جدا داخل الخبر وفي سنيا حوالين شكل مدينة شرم الشيخ الآن الاستعدادات الجارية الكلام حوالين الجانب الأمني وهو مهم جدا في تأمين هذا المؤتمر الكبير الذي يضم يعني من حوالي 160 دولة في شباب جاي فطبعا هذه المدينة هي دلوقتي تمثل يعني اطلالة كبيرة جدا على الخارج يعني فيه متابعة كبيرة جدا طب وحنا بنتكلم يا فندم عن استعدادات أمنية خلينا نوضح للمشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي الجديد هذا العام وطبعا ده للعام التاني يقام منتدى شباب العالم الجديد اللي بيقدموا المنتدى هذا العام هذا العام يمكن منتدى معمول تحت شعار يعني أعملت الشخصية المصرية السابعة يعني طبعا هذا العنوان جاي مستمد من كتاب للمفكر المصري الراحل حوالين يعني الشخصية المصرية كوميتر زي يعني هنلاقي فيها الإطار الفراعوني وإطار المناني والروماني والقبطي والإسلامي والبحر المتوسط يعني في نوع من تقديم مصر بسمتها والتمازج اللي موجود بينها والتمازج بين شعبها في إطار هذه الشخصية التي امتزك تعب التاريخ خلال سنوات طويلة جدا فبالتالي إحنا طبعا بنتكلم عن هذا المفكر الكبير الدكتور ملاد حنة يعني رحمة الله عليه يعني كان مقدم من خلال الكتاب يعني تصور كبير جدا عن روح الشخصية المصرية المؤتمر فيه محاور بتتكلم حوالي السلام وحوالي الإبداع وحوالي التواصل بين الشباب أعتقد أنه فيه جلسات أكتر من 30 جلسة يعني هيتم فيهم النقاش حوالي هذه المحاور والتركيز على تبادل الثقافي ما بين الشباب على الاعتبر أن هذا المنتدى أصبح يعني تجمع كبير بالنسبة للشباب من مختلف دول العالم إذن هي ملفات كتير مشاهدين مطروحة على طاولة منتدى شباب العالم بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ طيب مع حضرتكم لسه بنواصل أخبارنا في العدد الجديد من جريدة الشروق الحقيقة معنا خبر كمان بيتصدر الحقيقة الصفحة الأولى هو عن العملية الشاملة سيناء 2018 وجهود قوتنا المسلحة في القضاء على البؤر والعناصر الإرهابية الخبر الحقيقة أفردت له الجريدة تقرير ومساحة كبيرة بيقول العنوان الرئيسي فيه القوات المسلحة تقضي على 18 تكفيريا في سيناء البيان رقم 29 للعملية الشاملة سيناء 2018 بيقول القبض على 129 مشتبه به واستشهاد ضابط وتدمير 25 عرب الدفع رباعي يعني قرأت حضرتك الصحفية للخبر طبعا احنا طبعا في إطار العملية الشاملة سيناء 2018 لذلك هناك من وقت الآخر البيانات التي تظهر عن القوات المسلحة حوالين يعني مجمل أعمال في خلال فترات كل بيان احنا دلوقتي في البيان رقم 29 كل بيان بيتم إجمالا ما تم بين البيان والآخر احنا بتكلم دلوقتي على فيه عناصة تكفيرية يمكن فيها عمليتين ما بين 18 و 18 ففيه 18 عنصر إرهابي تكفيري تم القضاء عليهم في خلال يعني تعقب الإرهابيين ومحاولة يعني السيطرة على الكل النواحي الأمنية في سيناء وفيه كمان مش المسألة قصرة على سيناء فقط حتى احنا نتكلم هنلاقي في تفاصيل الخبر كلام حاولين ضبط بعض المشتبه بيهم أو ضبط سلع مهربة أو ضبط حتى مخدرات وأسلحة على الحدود الغربية المصارية إذن هي عملية تطهير شاملة تطهير شاملة بتتم تعقب فيها الإرهابيين ومحاولة أنه هو يعني القضاء عليهم بالتدريج لأنه طبعا الإرهاب ما بنتهيش في يوم وليلا لكنه احنا قطعنا شوت كبير جدا يعني العملية سيناء 2018 قطعت شوت كبير جدا وبالتالي حتى يمكن البيانات التجمعية بتاخد فترات مثل الأول كانت مثل بالبيان تلو الآخر في فترات متقربة أصبح الآن يعني هي رصد لما يتم لأنه يعني فيه نوع من السيطرة كبيرة جدا والعملية يعني خلال فترات طب أنا هاخد من كلام حضرتك النقطة الخاصة بأنه حصل بالفعل سيطرة كبيرة جدا وبالتالي بنشوف بيانات على فترات زمنية بعيدة بعض الشيء خلينا نقول إمتى ممكن نعلن أنه سيناء يعني خالية تماما من الإرهاب والعناصر الإرهابية طبعا يعني ده راجع القطر مسلحة طبعا هي اللي تعلن مش إحنا اللي هنقدر نعلن لكنه من خلال يعني نقدر نقول يا فند من نوع وديها على عدل يعني من خلال نبص الحيال الطبيعية اللي راجعت لسيناء نحن نشوف المدارس بنشوف الأسواق بنشوف كل ده يعطي مؤشر على أنه يعني الوضع في سيناء احنا نتكلم عن العريش مثلا في شمال سيناء بالتحديد الوضع هناك يعني دلوقتي فيه يعني حركة وفيه نشاط وفيه الإعلام بقى بيتكلم عن يعني التعليم العملية التعليمية تكلم عن حتى النشاط المجتمع المدني موجود هناك السيدات العناصر النسائية ممكن تكون فيه اجتماعات فيه لقاءات فيه حركة إلى حد ما تعكس إلى أي مدى وصلت مسألة التأميم ومسألة التعامل وملاحقة الأرهابين وكمان جزء آخر أنه نحن نشوف يعني فيه انحصار شديد جدا فيه العمليات الأرهابية اللي كانت ممكن كانت بتحصل هنا أو هناك أنا أعتقد أن المسألة كلها بتعكس مدى التقدم في العملية الشاملة سيناء 2018 لكنه الإعلان حوالين أنه نحن كله لا أستطيع يعني نقدر نقول أنه ده إنجاز يضاف لإنجازات قواتنا طبعا بلا شك بلا شك لكنه الإعلان أنا بتتكلم على الجانب الرسمي متى نعلن هذا ما نوض به القوات المسلحة التي تعلن طيب إحنا لسه معاكم مشاهدين من الصفحة رقم 3 هنتابع معاكم نشاط رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الخبر بيقول مجلس الوزراء يقر الانضمام لاتفاقية تحرير التجارة وإنشاء منطقة حرة بين الدول العربية مدبولي يعرض نتائج زيارته لجنوب السودان وزير المالية أيضا في تصريح بيقول موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح ستطيح لمصر 2 مليار دولار هبدأ مع حضرتك بالجزئية الأخيرة في الخبر والتصريح الخاص بوزير المالية فكرة 2 مليار دولار حضرتك شايف الرقم دا زي لا احنا الصندوق النقد الدولي كانت مصر في 2016 طلبت أنها حصل نوع من التفاوض على قرض من 12 مليار على ثلاث سنوات هذه يمكن ستكون الدفعة الخامسة يعني على فترات كؤبية بيستة الصندوق هي جت خلال فترة من مجموعة من الخبراء أو من فريق الصندوق بيأتي ليه التقييم يعني على أساس أنه الـ 12 مليار على دفعات على ثلاث سنوات فبالتالي بيحدث من وقت الآخر فريق من الصندوق يقيم وضع الاقتصاد المصري هو صندوق وصل لاتفاق على مستوى الخبراء اللجوم لسه في المجلس التنفيذي بتاع صندوق الدولي نفسه أنه هو يوافق على الموافقة النهائية اللي هو متوقع أن هذه الدفعة مقررة سلفا أو متنتظر أنها تصل في شهر ديسمبر القادم في إطار هنبقى وصلنا 10 مليار من هذا القرد أعتقد في 2019 برضو في جدول زمني آخر لبقي هذا القرد الصندوق أو بعثة الصندوق أو الفريق يعني تقييمه جاء إيجابيا وبالتالي كان في نوع من الاتفاق والمفقة الأولية على القرد الـ 2 مليار من هنا كان وزير المالية بتكلم في مجلس الوزراء على هذا الأمر طب لو تكلمنا عن الجزئية التانية في الخبر بخصوص زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لجنوب السودان عايزين حضرتك تجمل لنا مجمل زيارته والنتائج اللي خرجت بيها يعني كان فيه احتفال في جنوب السودان وكان خاص بيه اتفاق السلامة بين الفرقاء في جنوب في دولة جنوب السودان ومصر رعية أو مصر يعني بتعبير رئيس الوزراء شريك في عملية التنمية وتسعي على الاستقرار والأمن والازدهار في جنوب السودان على اعتبر أنه يعني جنوب السودان تمثل أهمية برضو في الأمن القومي المصري رئيس الوزراء ذهب للمشاركة في هذا الاحتفال نيابة عن سيد رئيس الجمهورية يعني ثم يعني أدل بتصريحات وهو موجود هناك وتحدث إلى رئيس جنوب السودان سيد سيلفا كير ميريدت حوالين دعم مصر الكامل لجنوب السودان والوقوف إلى جنبه لحتى يعني اتفاق السلام يحقق يعني كل الأهداف منه ولأنه السلام خير بالنسبة ل يعني كل الفرقاء في جنوب السودان هو الحل الأساسي ومصر وقفة ودعمة لهذا الاتفاق وبالتالي يعني كان رئيس الوزراء بعد ما عاد كان هذا الحديث التقييمي أو عرض على مجلس الوزراء حوالين هذه الزيارة نعم يعني مشاهدين وصلنا دلوقتي في صحافة الغدل الملفات ملف العدد معانا ملف خاص بالصحة بنعرضه على حضراتكم من الصفحة الأولى أيضا الخبر بيقول في تصريح لوزارة الصحة تفعيل قرار إلزام العيادات بإعلان تسعيرة الكشف يوم الحد اللي جاي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والترخيص بوزارة الصحة بيقول القرار بيشمل 38500 عيادة وتقريبا 4600 مركز والحكومة تصل للغلق يعني رأي حضرتك في التصريح دا؟ يعني أمكن الحكومة أو ممثلة في وزارة الصحة يعني بتحاول أنها تضبط الإقاع في جزئين طبعاً في جزء خاص بالتعامل المالي ووزارة المالية لأنه في مشاطات لابد أن يتم فيها عوائد في الدرائب يكون معلنة يعني لما نجي نتكلم عنه وما فيش لا فاتورة ولا فيه وصل ولا فيه أي شيء اللي تحصل أموال أو كده الدولة الآن تبحث عن كل مواردها وهذا حق يعني طبيعي السادة العاملين في هذا القطاع واحنا نتحدث عن القطاع الخاص يعني يمكن الدولة طبعاً مؤسساتها معروف مضبط وده يا فندم في ظل حالة المغالاة المبالغ فيها ده جزء آخر يعني يومك الخبر هنا يعني في خلال الفترة اللي فاتت كان الحديث جاري حوالين حتى التسعيرة الآن ليس الحديث عن التسعيرة بقدر من أنه لابد أن يكون فيه لافتة موجودة في مكان واضح بالأسعار ثم يحصل المريض على وصل أو فاتورة تقول أنه هو دفع هذا المبلغ طب خليلاً نقول يا فندم تبقى لإيه يعني هيتم تحديد السعر تبقى لإيه هو حتى الآن لم يعلن يعني حتى في أن نلاقي في التصريح أنه التسعير يعني هما فيش دخل فيه الأطباء هما اللي بيحددوه طبعاً كل طبيب وكل مؤنشأة يعني مش طبيب بقى فقط يعني وكل مركز صحي أو مركز هو بيحدده بناء على يعني الخدمة اللي بيقدمها مفترض أن تكون بالنسبة للخدمة والخبرة وحجم الخبرة اللي موجود والعطاء اللي بيقديه الطبيب يعني إذن هي مؤسسات علاجية مش عيادات خاصة؟ جزء منها العيادات الخاصة حتى العيادة الخاصة لابد أنه يكون فيه لافتة بتقول والله أنا بتقاضى لمقابل الكشف الطبي مقابل رقم محدد الجزء اللي احنا طبعاً ما يهمنا كمواطنين طبعاً الدولة من حقها أنها تضع الضوابط والمعايير اللي تحقق لها عوائدها في إطار الكل والمساواة بين الجميع يعني في مسألة الضرائب الجزء الآخر محاولة أنه هو منظم المسألة أنا أعتقد أنه بعد ما نعلن يعني المغالاة في الأسعار نفسها هتبقى يعني إلى حد ما محطوطة محلنة لكن بالنسبة للمريض احنا محتاجين أنه احنا طبعاً ده كله بسبب أنه احنا محتاجين نهضة في المؤسسات العلاجية العامة أيضاً حتى توازن في السوق إذا كنا بنتكلم وأنا أعتقد أنه يعني منظومة التأمين الصحي الشام للدولة يعني مفترض يعني خلال فترة اللي جايها تطبقها وكان فيه يعني السعدادات أكيد كل هذه الخطوة بتشير احنا نتكلم عن يعني الصحة محتاجة يعني تدخل وحتاجة نوع من التطوير وأعتقد أنه المسألة كلها بتصب في هذا الاتجاه في الآخر يعني طيب من جهود الدولة في السيطرة على ملف الصحة وتطويره كمان الدولة ليها جهود ملحوظة جداً في ملف التعليم وتحديداً الخبر اللي معانا دلوقتي هو محاربة الدروس الخصوصية والمراكز اللي بتقوم بربما عملية الدروس الخصوصية الخبر بنطلعه من الصفحة رقم اتنين بيقول وزير التربية والتعليم في تصريح نعمل على سياغة حلول جذرية لمشكلة مراكز الدروس الخصوصية المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم كمان بيصرح بيقول عدد من المراكز يقدر بالألاف وعودة حملات الإغلاق بعد انتهاء منتدى الشباب رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بتقول مصر تشهد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية وتمتلك رؤية واضحة يتبناها السيسي يعني تصريحات مهمة جدا ربما وصل الأمر انه بعد منتدى الشباب منتدى شرم الشيخ هيتم محاربة المراكز اللي بتقوم بالدروس الخصوصية يعني احنا هنبص المراكز الدروس الخصوصية هي عاملة زي التعليم الموازل أسف الشديد جدا وزهر هذه المشكلة من خلال فترة قبل كده يعني قبل هذا الوزير وحاول وطبعا بحطه دي في يعني بقوله في عشة دبابير كما يقال لأنه الوزير السابق يعني حاول أنه مسألة وجاف سنة وخدوا قرار بإغلاقها لم يصمد هذا القرار أكتر من أسبوع أو عشر أيام لأنه فيه يعني منتفعين ومتربحين ويعني حالة من المنفع الكبيرة جدا اللي بتحقق يعني مبالغ كبيرة جدا يعني كل صاحب ابن أو عنده ابن أو ابن في التعليم بيدفع لهذه المراكز فبالتالي كلها فلوس يعني بتحصل ل يعني مجموعة محددة من القائمين على هذه المراكز وأنا أعتقد أنه يعني مش كل طبعا المعلمين بيشاركوا في هذا الأمر لكنه قطاع كبير جدا ومنتفع من هذا الأمر الوزير الآن هو بيصدد الحديث عن إحداث تغيير ونقلة في مسألة التعليم في مصر أنا أعتقد أنه التعليم الموازي ده اللي هو بمثله الدروس الخصصية أو المراكز الخصصية مش الدروس حتى الخصصية يعني بينازع هذه الفكرة في أن نحن نطور فبالتالي لابد أن نكون ضمن الرؤية في التعامل مع تغيير المناهج أو حتى طريقة التدريس أو إعطاء خبرات أو الاستعانة بتجارب أخرى زي اليابان أو غيرها كل ده يعني إذا لم يكن هناك نوع من القضاء على ما هو موازي اللي يمثل يعني نوع من يعني بيحاول أنه يجذب العملية التعليمية لاتجاهات أخرى طب إلى أي مدى يا فندم ممكن بعد ما نحارب فعلا المراكز اللي بتقوم بالدروس الخصوصية على نفس الخط نحسن جودة التعليم داخل المدرسة هذا هو ما يسعى للوزير يعني هو طبعا بدون ما نحن نكون عندنا زي الضمانة تسرزالة تاخد قنوات خلفية أخرى يعني يعني إحنا هنسيطر على المعلوم أو هنبتدي نلاحق وزي ما الخبر بيتكلم حوالين حملات تفتيش وخلال الفترة لفتحة أغلقت مراكز بالفعل لكنه لابد أن إحنا برضو في إطار آخر أن إحنا نكون يعني شغالين بحيث نكون عندنا البديل اللي هو لماذا يلجأ الناس للمراكز الدروس الخصوصية أكيد لأنه في احتياجهم ما فإحنا لابد أن إحنا نقدم البديل المدارس نفسها سواء عامة أو حتى خاصة رقابة أو حكام رقابة عليها لأنه زي ما كان الناس بتعتقد أنه التعليم الخاص هو اللي هيقضي على بعض المشاكل أثبتت الأيام أنه هذا الكلام ليس صحيح فبالتالي الوزارة لابد أنها تكسف جهودها في إطار يعني تحسين جودة التعليم سواء في المدرسة ومدرسة الخاصة أو حكام الرقابة عليها بحيث أن نحن نقلل الاتجاه والخروج إلى مراكز الدروس الخصوصية يعني إحنا بالفعل مشاهدينا في إطار تغيير كامل وشامل لمنظومة التعليم طبعا في النهاية هنعرف نتائجها في الفترة القريبة اللي جاية وكمان هنشوف أبنائنا في المنظومة الجديدة طيب مع حضراتكم لسه بنواصل عرض أخبارنا من جريدة الشروق دلوقتي وصلنا لصفحة خمسة وأخبارنا الاقتصادية الخبر اللي معانا بيقول تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد لاقتصاد المصري وصل أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية يعني يمكن من صندوق النقد يعني احنا تحدثنا في الخبر التاني من هذه الفقرة عاما يعني وزير المالية بيتكلم عن قرض الصندوق والبعثة التي جاءت أو الفريق الذي جاءه في التقييم الرابع هذا الخبر مكمل يعني البعثة التي جاءت وثم يعني خلال فترة من 18 إلى 31 من شهر أكتوبر الماضي كان لها نوع من التقييم الإيجابي اللي بيدعم تحسن الحديث عن تحسن الاقتصاد المصري وبالتالي هي وفقت بشكل أولي أو بشكل على مستوى الخبراء اللجوم في إعطاء القرد أو الدفعة الخامسة بالنسبة للقرد طبعا يعني عمل التقرير بيتحدث عن تحسنات في أكتر من جانب يعني سواء عن مستوى البطالة سواء عن مستوى تقليل حجم الدين العام بالنسبة للحكومة أو بعض أرقام كتيرة جدا هو مقدمين مؤشرات من خلالها نصل إلى أنه فيه تحسن وهذا التحسن جزء منه أيضا مشارق إليه في إطار يعني عوائد الاستثمار وعوائد السياحة طب إلى أي مدى ده بيعتبر مؤشر يا فندم أنه مصر فعلا بتسير في الطريق الصحيح نحو سلسلة الإصلاح الاقتصادي يعني إحنا بنتكلم دلوقتي بحث السندوق مقدمة تقرير إيجابي مقدمة فيه من خلاله أكتر من مؤشر على أن هناك تحسن وهذا التحسن يعني مربوط بأن كمان أن الحكومة بتدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في أكتر من جانب عن تقليل مشكلات خاصة بالاقتصاد الكلام قبل كده كان حتى عن الصرف وسعر الصرف والمرونة فيه فيه تحسن فيه زي ما قلت فيه بالنسبة للتدفق السياحي فيه تحسنات أخرى فبالتالي الأداء جاء أنصب في هذا التقرير اللي أصدره داسة الصندوق أكيد مشاهدين يعني من عالم الأرقام وعالم الاقتصاد بننهي معاكم جولتنا الصحفية من جريدة الشروع جريدة الشروع الأستاذ طلعط إسماعيل شرفتنا فاند شكرا لحضرتكم كذلك أيضا مشاهدين الشكر موصول لحضرتكم تابعونا غدا مزيد من الأخبار والعناوين والمانشتات في صحافة الغد إلى اللقاء